انت قلت قبل كده ان انت بتتمنى تكون من ضمن فريق مصرح مصر. قلت الكلام ده قبل كده? انا بس اكيد قلت بقى وما بدأ مصرح مصر. انا قلت حاجة تانية. قلت ايه? لو قريب انا كنت قيلها حاجة تانية. ان انا زعلان ان ما فيش مصرح مصر. اه. نفسك مصرح مصر. اه يا جماعة لا مصرح مصر ده بجد والله كان حقن الدحكة كده موجودة في الاسبوع جميلة جدا. اه. وفعلا وانا كل ما بقابل حد منهم اقول والله العظيم انا فارق معايا. اه. لان انا ماشي على موبايل مسجل فيديوهات من المصرح مصر. في حاجات كده يعني ما بتجلش معايا في الضحكة. يعني مهما كنت متضايق لا يمكن اللقطة دي هسيبها. وفارق معايا بصراحة ان هم يا ابو جديد. انا كنت حابب برضو ايه التركيبة دي. اه. انا رحت معهم مسرحية. اه. ساعة اللالاند نضيف شرف كده. والله العظيم يا جماعة الكواليسكة بتضحك اكتر من المسرحية. المجموعة دي مع بعض ربنام يديهم اه يعني روح كده هم احنا كلنا يعني كنا في الاساس صحابه كلنا جيل واحد. مم. بس اللي حصل لهم في مصرح مصر دي حالة. مم. يعني حالة عظيمة. مطبا. وبعدين انا في مصرح من سنة تسعة وتسعين مسلا. وحضرت مصرح لكل الاساسة. وبرى مصر وفي حت كتير جدا. انا ما شفت اشتفاع الجمهور مع مصرح زي مسرح مصر. مم. ده كان بالنسبة لي حدث يعني قلت الاستاذ نادر صلاح الدين ساعتها الاستاذ اشرف عبدالباقي لازم حد يجي يدرس اللي بيحصل هنا. مم. لان ده تفاعل جمهور كورة. مم. ده مش رد فعل اه مسرحية. مم. يعني الناس ما ان الجمهور ممثل قبل ما يطلع بيقول كلمة فالناس تتحك وتسقف دي حاجة بتحصل لابد وسهد. مم. انما مش باللي انا شفته هناك الموضوع رهيب يعني مهما وصفت عيشت بقى معهم كزا يوم. لأ هم كانوا عاملين حالة رهيبة جدا. ويا رب يا رب يرجعوا تاني يا رب اتمنى. طب انا ليه حاسة ان انت ممكن تعمل حياة كده. تلم شلة معينة وترجعوا مسرح تاني. هو انا انا حلم عمري امتلك مسرح. مم. انا نفسي بقى عندي مسرح. وهامل كل بقى الحاجات بقى الاحلام الحلوة دي. شوء شوء. يعني دي حاجة من ضمن الحاجات اللي عندي. مم. لسه انا بقى بعشق قوي احنا استاذ حسين محمود الله رحمه اتلاقي ان ده ما يبقل اسمه كتير كده ان استاذ حسين محمود الله رحمه ده هو اللي بصم على الجيل كله. يعني هو الكشاف اللي اكتشف الجيل كله. والراجل ده حط جوانا كده في حتة لذيذة جدا ان فكرة انك طالما عندك حاجة انقلها. اه. ما تمسكهاش يا مش مش شطارة يعني. اه. فانا نفس اعمل اللي بيتقول لي ده بصراحة سديدة جدا بس نفسي عندي مسرح. ان شاء الله. ان شاء الله قرايف جدا يا رب.